السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبدالوهاب متخصص سيونة شحنات مرسيدس من قناة عالم شحنات مرسيدس بنز ترجمة نانسي قنقر 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 مش دخان قوي يعني دخان بسيط جدا خلاص ولكن مفيش اكل ديزل مفيش مصروف ديزل زيادة يريد نركز في الكلام اللي انا بقوله عشان كل نقطة بتوصل لنقطة تانية تمام وكل نقطة لما تركز فيها ممكن تخليك متفكش حاجة تانية ليه علاقة بالموضوع فزي ما انت في الفحص كده لا انا بخخاتي سليمة بخخات تمام انا ما عنديش نقص في العزب ما عنديش نقص ما عنديش مصروف ديزل اوفا وزيادة او كده طيب مخش على ايه اللي خلاص دي يعني دي بخخات لو لو التلات اوقام اللي عليها صار دولا تمام التلات اصفار دولا لقيت فيه اوقام صحيحة يعني مثلا بخخ واحد ده مثلا اتنين بوينت خمسة وسبعين اه رقم اتنين لا ده فيه واحد ونص تلاتة تمام اه طبعا الحالة اللي قدامك دي حالة بخخات ممتازة فيه بخخات ممكن ما فيه واحد بوينت اتنين بوينت تمام هو المفروض يعني المفروض لحد ثلاثة مفيش مشكلة خراص لحد ثلاثة ولكن هيبقى فيه دخان هيبقى فيه مصروف ديزل زيادة تمام هيبقى فيه ضعف عزب الافضل 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 ان انت مثلا يعني لو عندك بخخين ثلاثة فيهم واحد مفيش مشكلة او تقول النتيجة كده اصفار اصفار دي افضل حالة ممتازة تمام للديزل وخصوصا ان العالم كله اللي يمدي يعني فيه فيه نقص في موضوع الوقود ده شوية او معناه وكده فالافضل احنا نوفى في موضوع الديزل يعني متما البخخات حالتها صحيحة تمام بيبقى طبعا توفيق الوقود عندك عادي بوضو البخخات لقيت مثلا واحد واحد ونصر وكلام ده وانا عايزة البخخات بتاعتي كويسة طيب بتاخدها بتفكي الست بخخات بتوع تفحصهم عند بتاع البخخات بيقولك والله الضغط منخفض الضغط نازل ٢٢٠ ٢٠٠ ٢٥٠ كلام ده اللي حالة الايبة مثلا كويسة او محتاجة تغيير بيحددلك الحالة اللي فيهم يعني لو لقيت في فحص الكمبيوتر ان في بخخيات ضعيفة او محتاجة سواء بتغييرهم سواء بتعمل تنظيف وتوفع الضغط لو حالة الايبة كويسة اللي بيحكم عن موضوع ده ووشة البخخات ذات تفسير مهم اللي هو في الاخر يديك البخخات من ٣٠٢٠٢٠ ٣٢٠ البخخات بتاعها تمام عشان لما تيجي تتفحص بالكمبيوتر يعني عنده عنده على التست بتاع ديزل بتاع البخخات الضغط البخخات من ٣٢٠٢٠ لما عنده هو من ٣٢٠٢٠ على الكمبيوتر وتطلع النتيجة بالشكل ده تمام يبقى انت كده خلاص مشكلة البخخات طب انا عملت بخخات تمام مزبطتها وصينتها او راكبت بخخات جديدة بسه عندي دخان طيب نخش على واقم اتنين واقم اتنين اللي هي ايه اللي هي التكهات التكهات ليها دور تمام ليها دور في ايه التكهات خلاص التكهات ليها دور في توقيت الفتح والقفل للصبابات او للبلوف او للسلمية حسب ما انت بتسميها تمام في البلد اللي انت فيها البلوف لو مفتوحة زيادة تمام يحصل ضخيان لو مقفولة زيادة يحصل ضخيان برضو لان الخليط بيبقى غير متكافئ زي ما قلنا لان المفروض ان السبابات لما يبقى توقيتها فتح وقفل كويس مع توقيت الحق بتاخد كفاءة اشتعان ممتازة بتاخد خليط هوا ديزل كويس ونتوبتو كويسة دي زي ما انت شوت انت الأفضل يلي انت تضبط تكهات على انظام المكينة الذي يعملwandه يكون في ناس بتضبط تكهات يا ان المشاء م preserve ويعمل ناهم في ناس بتضبط تكهات مثل طريقة المصنع اخر م lamentablement في صفر من تحت بتلف بتجيبه على الحداف تمام لما بتجيب صفر بتلاقي في المكان التمانية القلبي القديم اربع بساتم محيارين واربع بساتم في شرط الشغل او شرط العمل فتزبط المحيارين وتلف لفة كاملة بتلاقي اللي كان فاتح قفل واللي قفل فتح تمام الاكتوس في نقطة صغيرة في 37 فتحة في الحداف بتاع الاكتوس في فتحة من 37 دولار فيها نقطة سنتة نقطة بوينت كده بتلف من تحت بتجيبه عندك في نص الفتحة بتاعداد دايل بتلف منها بتلاقي في المكان الستة اربع بساتم طبعا بتلاقي واقع واحد محيار واحد محيار دي اللفة الاولى عشان هما لفتين لفة اولى ولفة تانية خلاص اللفة الاولى بتلاقي واقع واحد محيار السبابين او التكهين في وضع المو تعرف كده انت وصلت للفة الاولى لو لقيت الجاكمان ضغط او المنف الضغط تلف لفة كاملة تاني هتلاقي رقم واحد عندك في اليمين قدام السبابين محيارين خلاص واتلاقي فامسة واتلاقي تلات بساتم تانين او تلات روس تانين البلوف بتاعته محيارين بيبتدي من رقم واحد ولما تلف لفة كاملة تانية خلاص تلف في الحداف لفة كاملة ترجع البسينتر دا في النص تاني او البوينت دا تاني هتلاقي اللي كان مقفول فتح واللي كان مفتح عفل سهلة جدا تمام ويبقى كده انت زبط التكهات حسب تقسيمة التيمين اللي عملاها شركة موسيدس تمام مع صيانة البخاخات تمام ضوي جدا ضوي جدا وزن البلوف مع البخاخات تمام عشان انت كده لو ما عملتاش يبقى حليك جزء وسبت جزء الناس يما قوي بتهمل الموضوع ده بالسنين اصلا بتاع البخاخات بتاع التكهات عفل التكهات ليها دور في الاداء في العزم في الدخان حتى في السرنسية وهي وقفة او في رانتي وهي وقفة تمام الماكينة بيبقى فيها اعتزازات لان التوقيتات الحقلة مش مزبوطة لما بتزبط بروف تلاقي الماكينة صفية ونعمة معاك وصوتها منتظم طيب اللهم صلي على سيدنا محمد نقطة مهمة بخصوص التكهات التكهات 4060 يعني 4060 والعلي جاكمان هي بتتقلك 4060 والعلي جاكمان الناس اللي في السوق هتبقى فيها مكلامي 40 ده صباب الهوى اللي بيدخل هوات ليه على يمين في الراس واللي علي يصار اللي هو الجاكمان اللي هو متصل بالجاكمان ده بتزبط 60 بالفرق تمام 60 من هي من الملي تمام ده زبطة اي سيارة موسيدس اكتوز تمام او اكسر زبط التكهات بتاعتها 4060 تمام وقلوكم معلومة جامدة كمان اي سيارة موسيدس البي تيربو او او حتى بدون تيربو بس مش مصمار وش السلندر بتاعها مش رشو يعني زي زي الناس اللي لو الناس في ناس اللي بيعرف الكلام الماكينة العشوة ستة وتلاتين مش الاتنين وتلاتين مصمار وش السلندر مش رشو الماكينة التمانية وعشرين تمام اللي هيبيولوا عليها السوبة مصمار وش السلندر بتاعها مش رشو المكاين الخمسة وتلاتين والتلاتة والتلاتين 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 وكل ما هو توبو تمام مصمار وش سلندر بتاعها مش رشو على طول تزبط تكهاتك 4060 تمام يا رب بتكون المعلومة دي مفيدة لناس يوم خلاصنا بالتكهات مخش معنى منها على حساس المنفل حساس المنفل بسيطة جدا يعني لو حساس المنفل قطع هتلاقي دخان سوك كتير هتلاقي ضعف زعم طبعا عرف من يهل دخان المنفل قطع احنا قلنا في الاول ان انت هتفحص كمبيوتر فحص الكمبيوتر لما هتطلع لك البخاخات وهتبقى فحص تومبات الديزل واي اعطال في كمبيوتر المكينة هتقدر تعرفها من فحص الكمبيوتر تمام فيه مشكلة في حساس منفل فيه مشكلة في حساس كرانك فيه مشكلة في اي حساس طب ليه حساس المنفل لشمانة ان حساس المنفل ده اللي بيس كمية الهواء اللي دخلة للمكينة بعد ما اتربوا ضغطها ودخدت للمكينة بيقف كمية الهواء فلو فيه خلل او فيه عطل تمام فهيدي كراءة للكمبيوتر غلط فالتاني في الكمبيوتر الثيارة انديزل غلط فهيبقى الخليط مش مصبوط ويبقى النتيجة عندك دخان يسود وعدم سحب بس بعدم سحب بيوصل احيانا ان المكينة بتوصل بتفكت خمسين في المئة من الباوة بتاعها فحساس المنفل يعني حساس المنفل بالذات صعب يعني صعب ما تلاحس ان فيه مشكلة في السيارة تمام طيب بعد جده نخش على رقم اربعة وهو اللي سطوبة ويبقى احنا قلنا رقم واحد البخاخات رقم اتنين التكهات رقم تلاتة حساس المنفل رقم اربعة الاستوبر او فرمانة المكينة او البريك انجين او اللي تشوب حسب المسمة اللي انت عارفه تمام الاستوبر ايه مشكلته في موضوع الدخان الاستوبر احيانا في الجزء اللي انتوا شايفينه ده تمام في السورة ده بيتحرك الاستوبر يقفل يرجع يرجع العادم على البسات بيعملها فرمالها تانية عشان يقلل من سرعتها وبالتالي تقلل من سرعة السيارة تدريجي تمام بعد ما تفتح انت الدراعة بتاع الاستوبر او تنتهي الوظيفة بتاعت القفل وانت تدي اردر للدراعة اللي انت شغال منه ان هو يفتح تاني او الكمبيوتر يدي اردر وخلاص للبريبة دي افتح تاني البريبة دي ما بترجعش بشكل كامل بيبقى فيه كربون او تآكل في مكان الجيلة بداعتها وبتعلق وبتقلل كمية العادم اللي طالع وبتسخد المكينة يعني لازم دايما لما فيه عندك مشكلة في الاستوبر هتلاقي السيارة ماشية تمام وكل حاجة كويسة استخدمت الاستوبر او اللي تشوف بعدين فكيته بعدين 5 دا 10 دقايق حسيت العربية مخنوقة انبيه الحرابة دا يطلع تدريجي تمام والعزم قال اعرف على طول عندك مشكلة في بوابة الاستوبر البوابة معلقة ما هاجعتش بشكل كامل تمام يبقى كده رقم 4 الاستوبر طيب رقم 5 الانتر كولر الانتر كولر تمام ليه علاقة بالدخان اللي سود ايه علاقة الانتر كولر بالدخان اللي سود ايه اللي دخل الانتر كولر بالدخان اقول لك ايه اللي دخل الانتر كولر بالدخان شايف السؤال اللي قدامك دي دي السبريتو او المبخرة خلاص المبخرة دي ووظيفتها انها البخار اللي طالع من الزيت بتاع المكينة تمام بيبقى معاه هوى وزيت ووظيفتها تفصل هوى من الزيت الموضوع تخلي الزيت ينزل للمكينة تاني والهوى بس هو اللي يطلع بيخش في الجزئية دي. المبخرة دي بلاستيك. تمام? لما بتلاقي فيها فيها رابل من تحت. رابل ده لما يبقى يابس. خلاص? في رابل. رابل ده لما يابس من تحت ما بتبقاش قاعدة محكمة. خلاص? فبيبتدي اجزاء بسيطة من الزيت تعدي مع الهوى. خلاص? مع الوقت بتعدي من الفتحة اللي اللي انت شايفه ده? ياخدها التيربو. يضغطها في المنفول. يضغطها في اللين تيركولر. يضغطها للمكينة. وتلفة في اللين تيركولر. ان دخوله وخروج. فموسيل الالمونيا بتاعة الانت تيركولر. فيها طيصة كمية الهوى اللي دغرتها. خلاص? وبالتالي حقت الديزل بيبقى مش متكافئ مع الهوى وبيطلع عنها دخان وبتطلع حاجة مهمة جدا بيطلع سخونية عندك وسخونية ملحوظة وكيسة لان اللي انت وكله المفروض ان الهوى لما يعد فيه بيبرد الهوى لما بيعد فيه الهوى المضغوط دايما الهوى كله ما ينضغط درجة حياته بترتفع ولما بيعد في المواسل والألمونيا دي بالعرض ومواحط التبريد يشغل عليه درجة حياته بتنزل عشان كسافته النوعية ترجع تاني عشان يخش بالكمية اللي التيربو بتصمم عليها للمكينة ويحقق كفاءة اشتعال الكمبيوتر بتصمم عليها بتاع المكينة ولكن الضغط بتاع التيربو مع دي موزير الانتركولر من الزيت تعمل عندك ارتفاع في درجة الحراء واتفاع ملحوظ مع ضعف في العزم ومع سخونية ومع دخانسه تمام؟ دي بقى ده الانتركولر وقم سيت الفيلتر هو طبعا ده مش محتاجين نتكلم عليه يعني فيلتر الهوى ده يعني مفروض كل عشرة ايام في السيارات النقل كل اسبوع حسب انت موقعك شغال قلاب شغال بتسافة وشغال يعني فيلتر الهوى مش محتاجين ولكنه لو تساب لفيلتر كبيرة وتكدم هيخلق السيارة وتطلع دخاني سود اكيد مفروش كلام طيب نخش لرقم سبعة رقم سبعة عندك مثلا في الاول قلنا البخيخات مثلا خلاص والله واحد في حصة كمبيوتر عندك ضعف في ضغط البخيخات باش منتزمها واحد تصهينها سي مسلا بخيخاتك 1538 ووهت عند صاحب البخيخات اول ووش يقول لك لا الله بخيخاتك دي مش هينفع فيها تصليح البخيخات محتاجة تغيير طيب تمام البخيخات محتاجة تغيير رقم بتاعك ده مش عندي 1538 او مش متوفي منه اصلي او مش متوفي ايه الحل الحل يقول لك خد 1163 ايه عام الحداشرة تلاتة وستين ده الحداشرة تلاتة وستين ده اقول لك البديل ده البديل من الشركة طيب يا عم الحاج البديل ده خلاص هل هيقدي نفس وظيفة البخيخات بتاعها اقول لك هيمشي معك زي الفول هو هيقول لك كده هتوكبه هتطلع بالسيوة ماشي صح ممتاز حتى لو السيوة محملة خمسين طين ستين طين وفيش اي مشكلة بس هتلاقي معك حاجة دخانة سودا بتزيد 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 يعني خلال عشرة ايام او من عشرة ايام هتلاقي دخانة سودا دي بقت ثابتة معك في الصيارة وعندك مصروف الديزل عالي ليه مصروف الديزل عالي الاخرام اللي موجودة في البنة بتاعت البخاخ بتاعت الديزل تمام بتاعت ال 1163 مش هو هو ال 1538 طيب والسوفت وير اللي شغل بيه الصيارة بتاعت ال 1538 دي مثلا 1840 او 1843 او 1840 او 1840 خلاص بسوفت وير تاني عشان الماكينة دي وبقى 100 حصان الماكينة دي وبقى 130 خلاص فهتلاقي طبعا الاداء والفرق مختلف لا الافضل ان انت تضوى على وقم بخاخ بتاعك اي كان وقمه وان حاجة دي متوفر 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 دوقتي روسي متوفر صيني متوفر بوش كل البخاخات متوفر فحتى يقولك احسب لك التقبل ده وخاص لا ما تستخص لانك هتعاني 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 ان انت تقمل بخاخات ده اصلا بعدا ما بيشتغل معك حوالي شهر الاخران بتاعته بتوزع من الضغط لان الضغط اللي هو بيشتغل بيه اعلى من اللي هو مصمم عليه خلاص لان الصوفت وير مختلف قولنا فهتلاقي نفسي خاصات تعمل بخاخات ده وكلفك وفي الاخر السياعة مش مظبوطة وكلفتك ديزل زيادة ولازم توجع تجيب رقم البخاخ اللي كانوا يقف فيها فرجعا بلاش تجويد وبلاش نغاية رقم البخاخ اللي السياعة اصلا الناس لابيه وكانت ماشية ومنتظم معاك وكويسة بيه طيب انا سيارتي لسه جايبها استوى أراد غيرت قد بلو او لغيت البيئة تمام فتلعت بنا عند الرجل الكبابيي بجرب لانت سوى فيها دخان باشي لفه رجع له تاني عشان الصوفت وير اللي هطته لك في بدون اد بلو مش هو المناسب للمكينة بتاعتك خلاص الصوفت وير اللي هطته لك في كمبيوتر اما ارضي المكينة مش هو المناسب للمكينة بتاعتك وملائي الموضوع فيه دخان ممكن دخان كتير ودخان قليل بس مع عدم موجود عزم السيارة سحبها متغير السيارة كلها متغير عليك ارجع لبشر غير لك صوف توير مناسب لرقم الكمبيوتر بتاعك وموديلة سيارتك طيب رقم عشرة وده عطل يعني مهم اوي وهتلاقوه غريب شوية تمام اللي هو التيربو التيربو احيانا وانا شخصيا قابلني الموضوع ده كتير سيارة تيجي ماشية حمالها تلاتين طين سواء بلشك من ساحب مفيش دخانة سودة تقيلة جدا تفحص كمبيوتر كل حاجة كويسة فيش اي مشكلة في السيارة فحص كمبيوتر كل اوكي طيب فين المشكلة ما تعرفش تدعس ديزل السيارة فيها دخلة بسيط تيجي تمشي دخان كتير ومفيش حزم نهائي زي ما تكون زيارة مكتومة او مخنوقة او فوق الجزء بتاع السلينزر او الجرمان ده تلاقي ما واحد التيربو اللي قدامك دي واقفة يا واقفة كاملة في الجنبين يا الجنب ده متوقف لوحده او الجنب ده متوقف لوحده بتحصل كده وبتحصل كده وبتحصل كده تمام خلاص كده فاصبحت المكينة كده ستة سليندر عادي بدون تيربو اصبحت الحقن بتاع الديزل بتاع مكينة وبعريد حصان ولكن هي المكينة مش هتطلع اكتر من متين حصان تمام فهنرجع لنفس مشكلة الخليط الخليط بتاع الهوى مش متكافئ مع الديزل فبالتالي الديزل اكتر من الهوى بكتير فبالتالي الحريق مختلف خالص فما فيش عزم فتلاقي ما روحت التيربو دي واقفة سواء الجنب اليمين او الجنب اليسار او الاتنين مع بعض فطبعا لازم تغير تيربو جديد منصحش اي حد بتصليح التيربو تمام ممكن تركبه استعمال لو لقيت حالته كويسة ولكن يفضل جديد خلاص وجديد اصلي يعني جديد اصلي التيربو ازا لقيت حاجة مستعمل حاجة كويسة اوكي ما لقيتش يبقى يفضل الجديد بعد كل اللي انا بقول لك على ايه ده شركت ولسه عندك دخين سواء ودخين سواء كتير ومش ليله اي حاجة تمام في الحالة دي هتروح لكربائي هتاخد كمبيوتر مكينة نفس واقم الزيت دي اس اللي بتاع واقم الكمبيوتر بتاعك بالنفس الصوف طوير بتحطه بتطلع تجربة بالسيارة وانا شخصيا قابلني الموضوع ده كتير جدا تلاقي دخن اختفك الساحب جيه ليزل مفيش مصوف دينا يتمام بعطلة ده بيبقى جوه كمبيوتر المكينة في الهارد وير او المكونات الداخلية في كمبيوتر المكينة وان شاء الله اتمنى اكون وفت لكم يبقى مكنش طويلت عليكم دخلنا في 23 دقيقة يبقى مكنش طويلت عليكم ولكن حبيت اشعر لكم الموضوع بشكل وافي ولو عندكم اي استفسار يبعطولي وان شاء الله اود عليكم كانا معكم عبدالغهاب محمد اخصائي موسيدس اكترس السلام عليكم اشتركوا في القناة